سألت الأستاذ أحمد الأوري قبل هذا الفاصل حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع إمام عشور والإيابة عنده الآن هرجع طبعاً ده السؤال المصر يجب عليك هرجع بس كريم شوال لوورا كده لما إمام عشور جي مصر مع الإصابة وبتاع والنس كلها طبعاً قالك بس ده إمام جاي واستغل الإصابة عشان يجي يوم دي أنا تواصلت مع إمام مع إمام عشور دائرك حلو بقى الدين ولا يمين ولا شمال والرسال عندي او الرحيلة هلو عم بعد الهواء لا انت كاكها مسدقينك ونبولك بعد الهواء اللي مزعل إمام عشور في القصة دي كلها ان الناس ربطت وجوده في مصر وان هو جاي يتفاوض هو مش جاي يتفاوض هو جاي عايز تعالج هنا ويأهل هنا مع الدكاترة اللي هو بسك فيه ويتعمل قصة إمام عشور والأهلي هي قصة عن طريق وسطاء فقط إمام عشور رابطه الأولى اللي استمرار في أوروبا سواء في ميتلند او غير ميتلند الامور مع ميتلند ممكن تكون يعني مش افضل حاجة لان المدرب الأسباني اللي كان بيدربه ومشي او اللي كان جايبه ومشي وجي مدرب تاني فكان اصلا مع المنتخب فما شافوش فبعده عن الملعب فالقصة مختلفة لكن اللي عبر غبته الاولى اللي استمرار في ميتلند فيش اي تفاوض حصل مباشر مع إمام عشور مباشر مع إمام عشور ولكن النادي الأهلي فيه مفاوضات من خلال وسطاء او وكلاء ان لو إمام هيرجع وهيمشي من ميتلند وما فيش عروض أوروبية وهيرجع مصر يرجع علينا اللعب حر قراره يعني لانه طلع بيه نهائي فأي نادي هتقدم بعرض لشراءه من ميتلند مش اي مشكلة إمام النهاردة كان موجود في نتز ملك أحد لعيب نتز ملك هزر مع إمام وقال له انت جاي ليه مش انت بتقول او الناس بتقول ان انت رايحي لأهلي على سبيل الدعابة يعني ومش بي او مش التنظير يعني عليه إمام رد عليه قال له انا جاي من مدرج ده وبقيت لعيب هنا فأنا مستحيل ان انا روح لنادي تاني انا بقولك ده نصح وردار النهاردة في تامنين ناجزة فأمام قفل قصة من نادي الاهلي دي تماما مكمل في أوروبا بعد الاصابة يا الاصابة برضو عشان نطمن الناس على قصة الاصابة مش كبيرة اوي هي حلوة الحكاية وانا متأكد انها صحيحة ماء في الماء بس كتير لعيبة كانوا في الاهلي انا معي بس اقولك على حاجة اللي يخلي امام النهاردة يروح تدريب الزمالية حبا طبعا حبا في الزمالية بس معتكدش انه في حد يختلف على الزمالية حتى الناس اللي بتقولك يمام يختلفوا بالزبط يعني عمر ما هيخي يعني لو هو في مفاوضات مع النادي الاهلي مش هيكون موجودة